في الملف السوداني أيضاً أعرب وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي عن شكره للجهود المصرية والسعودية من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما وبعث المالكي رسالتي شكر إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على جميع المواقف والجهود الدعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة كانت مصر قد قدمت تسهيلات قبل أيام لإجلاء نحو 200 فلسطيني من السودان عبر معبر أرقين الحدودي تم نقلهم إلى معبر رفح البري لعبورهم إلى فلسطين